يجي يقولك ايه مشروع فانكوش اللي هو الفانكوش ده هو ده فانكوش ده انا بكلمك على عشر تلاف فدان هو انا بكلمك على ميت متر ميت متر بكلمك على 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 يعني اكلمك على ايه اكلمك اكلمك على صوبة اوقف هنا ارجع هنا معلش تورينا شاكل بضيخ ده حلو ارجع كده ارجع مش بطيخ ده ولا ايه ارجع شوية بتنجانه هو الوان ايه ده ايه ده ايه الدلعة ده الا 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 محمد نجيب الله بتنتجو لنا الكلام ده ينهر ابيض عندكو انتاكفة محمد نجيب الله المال بيقولو مفيش انتاج وبازت وخربت اوقف هنا هايوة شفت البطيخ بتاع محمد نجيب يا راجل بطيخ كمان الله بتنجان شوف انواعه كمان شوفوا البطيخ هناك برضو حاجة مختلفة برضو لانه جاي تاني طالع منين من الصوب قاعدة محمد نجيب فحاجة بطيخ ايضا مختلف يا اخي برضو حاجات تبقى مختلفة الله يا جماعة وانتوا بزعليهم اكتر ليه كده بس وتقولوا عندين انتاج وفير وزراعات ما شاء الله وكل ده انتاج محمد نجيب معقولة ومالعملين يرووجه ازاي ويقولك ومشروعات وهمية وقادي فلوس ما ترمد في الارض فلوسك انت مصري وانت مالك بمصر انت بتكلم على فلوسي ايه اللي بتتكلم على فلوسي ومشروعات وهمية اما انت هربان علاقة ايه بالدولة المصرية ولا حاجة علاقة ايه بالشعب ولا حاجة خايف عالشعب يعني والزعلان والفلوس وانا بوريك الفنكوش فعلا انا بوريك الفنكوش بتاع قاعدة محمد نجيب ده الفنكوش اهو كبير اوي بص البطيخة قد دماغ الواد اللي اسمه ايه ده الترتر قد دماغه قد دماغه البطيخة والله الواد ترتر الهربان ده اهو بطيخة قد دماغه على اقل والله البطيخة مفيدة يا السلام على فكرة انا بحب البطيخ جدا جدا يا السلام بطيخة من دول وتقطحها يا السلام مع حتة جبنة كده وعيش بتاع العيش ايه العيش الجميل ده السخن يا السلام احسن من اي حاجة والله بجد على فكرة الاكلة دي بتبقى اكلة جميلة جدا بطيخة جبنة بتقعد كده على الطبلية الطبلية المترباش عنده طبلية في بلده وعنده بتاعت ابوه مترباءه هو كده احنا تربين على ده طبلية بتاعت والدك بتاعت بيتك بتقعد على الارض كده تعرف يعني ايه بلد تعرف يعني ايه وطن لما انت بتربي على طبلية والدك هي دي هتقعد عليها كده يا السلام ايه الجمال ده كمل محمد نجيب هزيه خيرات الله كرم كل ده اوقف هنا يوسف بصوا على المشهد ده يجي واحد هربان يجي قولك وهم وهم ده وهم كل ده وهم كل ده باز يعني الفيديوهات اللي انا بعرضها لكو دي النهاردة كل ده باز ده انتاج انتاج صادراء داخلي وخارجي على فكرة هنا سوق العبور وهنا الاسواق وهنا المواني اسكندرية والدخيلة والطرق وغيره عشان انت بتعمل حاجتين اولا بنزل الاسواق سوق المحلي واصدر